انتشرت خلال الساعات اللي فاتت صورة القطعة جبنة مكتوب عليها اغلى جبنة في العالم بمليون جنيه الحقيقة ان الصورة دي اثارت فضولنا وقررنا نعرف ايه السر وراها لحد ما قدرنا نفهم ايه اللي بيحصل بالزبط الحكاية وما فيها ان فيه مطعم اسباني موجود في مدينة اوفيدو الاسبانية اسمه لاجاردي كولوتو دفع خلال الايام اللي فاتت حوالي 30 الف يورو يعني ما يعادل تقريبا مليون جنيه مصري عشان يشتري قطعة جبنة المصنوعة يدويا بوزن 2.2 كيلو جرام وده كله لانهم كانوا عايزين يسجلوا رقم قياسي عالمي جديد لاغلى قطعة جبنة في العالم ويدخلوا موسوعة جينيس للارقام القياسية قطعة الجبنة دي من نوع اسمه كابراليس بيتم صناعتها يدويا من حليب البقر والمعز وبعدها بتتحط المدة شهور في كهف من كهوف جبال بيكو الاسبانية لحد ما تندق وتكون صالحة للاستخدام جبنة كابراليس هي نوع من انواع الجبنة الطبيعية المصنوعة يدويا اما من حليب البقر الخام او خليط من نوعين او 3 انواع من حليب البقر والاغنام والمعز الجبنة دي ليها شعبية كبيرة جدا في اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي والدليل على ده انه تباع منها اكتر من 66 كيلو جرام في 20-22 في القارة العجوز لوحدها وده طبعا رقم فلكي بالنسبة لسارة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة